الخبر الأول اللي عدنا عن محمد جواني ورد على بيسان اسماعيل بعد ما نزلت ديستراك أختي فجواني نزل على حسابة بالإنستجرام شوية ستوريات يطلب بها من المتابعين حطون ديستلايك لأغنية بيسان الجديدة ويهددها بالفضيحة شوفوا يسعدني مساكن يا رب أول مرة بأشوف رقاصة بفيديو كريب سبحان الله أوكي يا جماعة في رقاصة نزلت ديستراك على خناتها اسمها أختي الكل يروح يبلغ على ديستلايك وإلا ضبي حالك شمينا هيكي في 15 ثانية جواني طبعا لونية بيسان حاليا عليها تقريبا 9000 ديستلايك وتعتبر نسبك كلش عالية فهل راح نشهد باب الحارة جزء الثالث بالأيام القادمة خلينا ننتظر ونشوف الخبر الثاني اللي عدنا عن ياسو ليش قاطع عن اليوتيوب بآخر فترة خاصة أنه آخر مقطع قبل أسبوعين فالأغلب ديس على عن السبب فياسو نزلت على حسابها بالإنستجرام شوية ستوريات توضح بها سبب الإنقطاع وتقول إنها حترجع قريبا شوفوا الستوريات بعرف أنا من زمان صاحبة عليكم أمسو ستوري الجويتشوب على الإنستجرام وستات ستوري كل شي كل شي بكل شي ساحبة بس مثل ما خبرتكم في لكم أنه أنا نقول بيتي كنت عم أفرش البيت حدا لا ما خلصت على فكرة وفترة هيك جدت مرضت ما تخافوا من كورونا يعني إنه الشغلات وفيتامينات وكذا عندي نقص فإن شاء الله رجع تكون بقرب وقت ومنتحمسين للمقاطع الخرافية الخبر الثالث اللي عدنا عن نارين بيوتي والتغيير شكلها 180 درجة فنارين نزلت على حسابها بالإنستجرام شوية ستوريات قبل ما تغير شكلها وبعد ما تغير شكلها فهذه الشكلها قبل التغير وشوف الستوريات بعد تغير مرحبا 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 مع كورونا هنا شكرا فؤاد فؤاد أشتر واحد على الأرض شكرا فؤاد وبس والله هنا وصل لنهاية المقطع طبعا المشاف في المقطع السابق روح يشوفها لأنه المقطع ينزله بنفس الوقت تقريبا فالمشافة بس رأي روح يشوفها اللي هو ردة فعلة لغنية بيسان وبس تعني أكم فيت زي مقالات مملكة القصص ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر